السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم طلابنا الكرام طلاب الصف الثامن في درس جديد من دروس اللغة العربية هذا الدرس في مهارة الإملاء درسنا بعنوان الألف الفارقة الجزء الأول هذا الدرس على جزئين هذا هو الجزء الأول منه أهداف الدرس أن يحدد الطالب المقصود بالألف الفارقة تحديداً دقيقاً الهدف الثاني أن يفرق الطالب بين واوي الجماعة وواوي جمع المذكر السالم الهدف الثالث أن يحدد الطالب الحالات التي لا تزاد فيها الألف الفارقة في الأفعال الألف الفارقة ما تعرف الألف الفارقة؟ ما المقصود بالألف الفارقة؟ هل تعرف عزيز الطالب؟ الألف الفارقة هي ألف تكتب ولا تلفظ تزاد بعد واوي الجماعة للتفريق بينها وبين واوي جمع المذكر السالم والواوي الأصلية في الفعل؟ اعلم رحمك الله أن الألف الفارقة ألف تكتب ولا تلفظ هذا أولاً كذلك تزاد بعد واوي الجماعة فهي تأتي بعد واوي الجماعة لماذا؟ لكي نفرق بينها وبين واوي جمع المذكر السالم وبين الواوي الأصلية في الفعل جمع المذكر السالم ما المقصود بجمع المذكر السالم؟ هو مدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره عند الرفع وياء ونون في حالتين نصب والجر وتحذف النون عند الإضافة حينما أقول معلم هذه مفرد حينما أريد أن أجمعها أقوم بإضافة واو ونون فأقول معلمون هذه الواو هي واو جمع المذكر السالم انتبه بارك الله فيك فليست واو الجماعة بل هي واو جمع المذكر السالم احفظ هذا جيداً وفرق بين واوي جمع المذكر السالم وبين واو الجماعة وبين الواو الأصلية في الفعل مثال آخر حينما أقول حضر معلم المدرسة هذه الواو علامة رفع جمع المذكر السالم حذفت النون بسبب الإضافة ففي المثال الأول قلت معلمون وهنا قلت حضر معلم المدرسة أين ذهبت النون حذفت بسبب الإضافة كذلك ليس هناك ألف بعد الواو كما ترى إذن هذه الواو واو جمع المذكر السالم فاحفظ هذا بارك الله فيك الألف الفارقة لا تزاد الألف الفارقة بعد الواو التي تأتي علامة للرفع في جمع المذكر السالم حينما أقول حضر مهندس المشروع مبكرا نعم مهندس الواو في مهندس علامة للرفع في جمع المذكر السالم فلا تزاد الألف الفارقة هنا كذلك حينما أقول اجتمع مدير المدارس للتشاور أيضا ما قلته في الواو في المثال الأول أقوله هنا أيضا الواو في مدير هي واو الرفع في جمع المذكر السالم لذلك لا تزاد الألف الفارقة بعدها حينما أقول فاعل الخير محبوبون نعم هم كذلك فافعل الخير يحبك الله ويحبك الناس فاعل الخير محبوبون أيضا الواو في فاعل الخير هنا واو جمع المذكر السالم ولا تزاد بعدها الألف الفارقة أيضا لا تزاد الألف الفارقة بعد الواو الأصلية في الفعل حينما أقول يسمو هل هذه الواو يا أستاذ في يسمو هل هذه واو الجماعة أم أنها علامة الرفع في جمع المذكر السالم أم ماذا نقول لا هذه الواو واو أصلية في الفعل ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الواو حرف أصلي في الفعل أقول سموت سموت فالواو هنا واو أصلية في الفعل فحينما تأتي الواو أصلية في الفعل لا تزاد بعدها الألف الفارقة فالواو في يسموا واو أصلية كذلك في الفعل أرجو وكثير من طلابنا الكرام قد يخطئ في كتابة أرجو ويضع ألفا فارقة بعد الواو وهذا خطأ فأرجو حينما نرد الفعل إلى الماضي مسندا إلى تاء الفاعل مثلا فنقول رجوت رجوت فأصل الفعل رجوا فالواو أصلية في الفعل فالواو هنا واو أصلية إذن ليس هناك ألف بعد الواو الأصلية كما ترون فهنا الواو أصلية في الفعل فلا أن نضع بعدها ألفا فارقة قال تعالى قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم انظروا هنا زيدت الألف الفارقة بعد واو الجماعة في الفعل قالوا وفي الفعل أشربوا وقال تعالى أيضا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا انظر هنا ألف فارقة في الفعل اشتروا والفعل يكفروا لأنها أتت بعد واو الجماعة قال تعالى فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ أيضا هنا ألف فارقة لأنها أتت بعد واو الجماعة في كل هذه الآيات المباركات واو الجماعة جاءت بعدها ألف فارقة تدريب على الألف الفارقة أعد كتابة الجمل الآتية مخاطبا الجمعة بدلا من المفرد وغير ما يلزم احرص على اتباع الإجراءات الاحترازية حافظ على كتبك واجتهد في دروسك عليك أن توكر الكبير وتعطف على الصغير الآن أوقف المقطع وأجب بنفسك عن هذا السؤال احرص على اتباع الإجراءات الاحترازية أقول احرصوا على اتباع الإجراءات الاحترازية نعم وأنا أذكر نفسي وإياكم بضرورة المحافظة على الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف التي نعيش فيها هذه الأيام أسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم جميعا من كل مكروه وسوء هنا احرصوا قمت بزيادة الألف الفارقة لأنها أتت بعد واو الجماعة أيضا أقول حافظوا على كتبكم واجتهدوا في دروسكم حينما حولت الفعل إلى الجمع قلت حافظوا فوضعت واستخدمت واو الجماعة إذا أضع بعضها ألفا فارقة كما ترون في حافظوا واجتهدوا كذلك أقول عليكم أن توقروا الكبيرة وتعطفوا على الصغير نعم توقروا وتعطفوا واو الجماعة فقمت بزيادة الألف الفارقة الآن افتح الكتاب على الصفحة المبينة أمامك أوقف المقطع وأجب بنفسك عن هذا السؤال السؤال يقول حد الأفعال التي زيدت فيها الألف الفارقة في الفقرة الآتية مبينا السبب إن كثيرا من الناس قد هجروا بلادهم لأسباب عدة مذعبر إلى بلدان مجاورة يعتصرهم الألم فلم يتركوا بلادهم راغبين بل اضطروا إلى ذلك حفاظا على أنفسهم وعائلاتهم وهي هات أن يطمئنوا بعيدا عن حضن وطنهم فاشكروا الله على نعمة الأمن والأمان في أوطانكم يريد منا أن نحدد الأفعال التي زيدت فيها الألف الفارقة ونبينا السبب ماذاrast reports نقول الفعل هجروا سبب زيادة لأن الألف الفارقة سبقت بواو الجماعة كذلك الفعل عبر أيضا سبب الزيادة لأن الألف الفارقة سبقت بواو الجماعة كذلك الفعل يترك نعم أيضا لأن الألف الفارقة سبقت بواو الجماعة كذلك إذا نظرنا إلى الفعل اضطر نجد الألف الفارقة بارزة واضحة لأن الألف الفارقة سبقت بواوي الجماعة كذلك الفعل يطمئن زيدت فيه الألف الفارقة لأنها سبقت بواوي الجماعة وأخيرا الفعل فاشكروا أيضا زيدت فيه الألف الفارقة لأنها سبقت بواوي الجماعة بهذا نكون قد امتهينا من شرح الجزء الأول من هذا الدرس أرجو منك أن تكون قد فرقت جيدا بين واوي جمع المذكر السالم وواوي الجماعة والواوي الأصلية في الفعل أرجو منك أن تنتبه لهذا جيدا كما أرجو منك أن تحرص على متابعة الجزء الثاني من شرح هذا الدرس حتى تتمكن من فهم القاعدة بشكل كامل دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته